اشتركوا في القناة محاولت اقتحام حفل الفنان سعد المجرد في بغداد من قبل معارضين للحفل الغنائي توافد جماهيري غاضب امام مدينة السندباد لاند لمنع اقامة حفل المطرب المغربي سعد المجرد وانتشار امني داخل مدينة بغداد حقيقة ايضا تطويق مدينة السندباد لاند من قبل قوات مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين محتجين على حفلة يحييها الفنان المغربي سعد المجرد هاي الاخبار كلها الان تداول موقع التواصل الاجتماعي بالعراق والحركة النسوية اللي قبل فترة طلعت ورفضت دخول سعد المجرد بحجة انه هو على تهم اغتصاب كثيرة وهذا شي حقيقة اغضب البنات بالعراق واغضب ايضا الجماهير العراقية اللي لمن السندباد لان جابت اليوم طلعوا مظاهرات وسوصلا امام مدينة السندباد وعلى اساس ان الحفل اللغة لكن من ابرز التصريحات من قبل مشاهر العراق على دخول سعد المجرد للعراق هو الفنانة هندنزار اللي قالت بشي مختصر رأيها بالموضوع قالت الفنانة هندنزار انه لحد الان ما تم اثبات هذه التهمة ولم يتم اثباتها ولو فعلا كان هذا الرجل مختصب ما كان اطلقه صراحة واكيد لو كان تم اثباتها ما راح قبل اسلم او نصور وياه لذلك اتحرر وطلع يشتغل لو كان تم اثبات القضية عليه فعلا هو اغتصاب اكيد مو اني اللي اقبلها اني على اطلاع كامل بالقضية وبتواصيلها وكمتابع القضية مؤمنة ببراتة وعلى سبيل المثال ليسا اكيد ما تدعم الاغتصاب وعمله سوا اني اللي دافع عن قضية تخص المرأة والدليل وافقت بشخصية ريفلي اول سبب انه اطرقت لموضوع الاغتصاب دافعت عن مرأة بمسلسل طيبة من اكثر من قضية زواج المبكر زواج الاكبار تنزل طبقي الى اخره انت كمتابع هل تؤيد المحتجين على اللي سووه ام تؤيد اقامة حفل للفنان سعد المجرد فهذا اراكم كتب رياه بالتعليقات واكيد لان من هذا اذا تحب اتصل قناتك عشرة كية سوي لك دعم على حساباتك باليوتيوب ما عليك غير انه تطبق الشروط تشترك بالقناة اللي خليت رابطها بالتعليق المثبت وتدزل صورة انه كاتب لها تم من طرف المميز وتجيني على حساب الانستجرام وهناك نتفاهم على التفاصيل شكوا في فيديواني بوساتي مع السلامة